صدق مجلس مساهمات الدولة على عدد من القرارات الخاصة بإنعاش مركب الحجار للحادث والصلب عن نابا حيث تمت الموافقة على إعادة تنظيم المركب وإعادة جدولة ديونه طويلة المدى المقدرة بمبلغ يفوق 122 مليار دينار كما سيستفيد مركب الحجار من تمويل إضافي لعصرنته بمبلغ 23 مليار دينار وسيزود أيضا بقدرات مستقلة للتموين بالكهرباء والمياه المعاد معالجتها في ذات السياق منح مجلس مساهمات الدولة موافقته على عقد شراكة صناعية وفق قاعدة 51-49 بين مركب صدار للحجار والمركب الصناع عمارة زير حيث ستستثمر هذه الشراكة مبلغا يفوق 160 مليار دينار في منتجات جديدة للحديد والصلب على موقع الحجار